اصر وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب على التواجد في مدراجة الفيلودروم لمتابعة مباراة مارسيليا وضيف أولمبيك ليون السابقة في إطار الدور الفرنسي ويأتي حضور الرجراجي من أجل إدار الدعم لأزدين أناحي وأمين حارث نائم مارسيليا وعاد أناحي لأجواء اللعب بعد غياب طويل حيث نجح في هذا الشباك أمام مارين بينما أمين حارث أعاد الرجراجي لأجواء الأسود بعد غيابه عن منطي القطر بسبب إصابة الرابط الصاليبي ورافق الرجراجي في هذه المهمة مساعد رشيد بن محمود كما تواجد المهدي بن عطي الذي يشغل منصب المستشار الريادي للنادي مارسيليا وبحسب مصادر مقربة لشؤون المنتخب المغربي فإن جولة الرجراجي ستقوده لمقابلة بعض لاعبي المغرب في الدور الفرنسي قبل حسم قائمة الأسود في أمم إفريقيا أصر وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب على التواجد في مدراجة الفيلودروم لمتابعة مباراة مارسيليا وضيف أولمبيك ليون السابقة في إطار الدور الفرنسي ويأتي حضور الرجراجي من أجل إدار الدعم لأزدين أناحي وأمين حارث نائم مارسيليا وعاد أناحي لأجواء اللعب بعد غياب طويل حيث نجح في هذا الشباك أمام مارين بينما أمين حارث أعاد الرجراجي لأجواء الأسود بعد غيابه عن منطي القطر بسبب إصابة الرابط الصاليبي ورافق الرجراجي في هذه المهمة مساعد رشيد بن محمود كما تواجد المهدي بن عطي الذي يشغل منصب المستشار الريادي للنادي مارسيليا وبحسب مصادر مقربة لشؤون المنتخب المغربي فإن جولة الرجراجي ستقوده لمقابلة بعض لاعبي المغرب في الدور الفرنسي قبل حسب قائمة الأسود في أمم إفريقيا ترجمة نانسي قنقر